اشتركوا في القناة 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 أنا أعدى رشتيني وحزائي وهم صحبك أربطك العرض يا ضو أنت باش تركي لاش بلاش فضايا معلش يا مدين دي ساكرونة يالها يمشي يالها عالش همشي هي اللي تامشي هي اللي تامشي هي اللي تامشي هي اللي تامشي يا رجل هي اللي تامشي هي اللي تامشي يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يلاهو يتحية هتديعمل كده برضو أنا مكسوفة من نفسي قوي مش عارفة أنا عملت كده كما في المدينة بس اللي بغيت حكولي كان صعب أول أنت هزقتها خالص بس غصبين عني ما كنتش في وعي أنا كنت ساكرانة وإيه اللي خلاكي تشربي أنا السبب أنا اللي عطلتك جنبي وعملتلك ماشيك ايهو هتقولي كده ده أنا لو كنت حسيب الشغل اللي في الدنيا كله ما كانش ينفع أبدا ناسيبك طب أنا أخليك لي يا تحي ما يحرمني منك أبدا منسيب التحليل وجلع خير يا توح إيه اللي حصل؟ حضرتك عرفت اللي حصل؟ مصر كلها عارفة إيه اللي حصل أنا مكسوفة من نفسي أبي مش عارفة أنا عملت كده إزاي عشان كده جتلك للستوديو ما لقيتكش وأنا أول معرفة إنك رحتي لي إنك جيت جاري على هنا على طول طب عايزك تشور علي يا أعمل إنتي حسة إيه؟ أنا مكسوفة من نفسي أبي حسة إنه اللي انت غلطة غلطة كبيرة أوي خلاص تبقى القناة إيه ما تعتذري فورا انت شايف كده؟ مفيش خير كده تفتكر حديب اللي اعتذاري؟ الله هي باعرفش لكن مهما كانت المتايك لازم تواجيها في شجعة توحى المدام جوا في الصهود واجه يا توحى موسيقى أناس أنا عارفة أنت زعلانة مين؟ ولو قلعت الجزمة وضربتيني بيها برضو حقولك قسم سيبونا لوحدنا موسيقى اتلعي على المسرح اتلعي على المسرح موسيقى 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 انت تتخلقتي عشان توبي على الخشبة دي وعشان توبي نجمة لازم تحترمي الخشبة دي أنا لما وبختك مبارح كنت عاوز أعلمك الدرس أعلمك إن الفن مش لعبة وإن المسرح له احترامه ما يفعش أبدا نغيب عن المسرح مهما كانت الأسباب انت يا بقى انت ربنا حباك موهبة وإدك فرصة إنك تبقي فنانة كبيرة لازم تحافظي عليها عشان تتسلط عليك الأضواء وتبقي نجمة نجمة كبيرة أنا مزعلتش منك لما شتمتيني وقلتي أدبك علي أنا زعلت لما شفتك سكرانة سكرانة يا توحة أوز تعملي زي الفنانين الأغبية اللي افتكروا من الفن صرمحة وعربدة وسكر وفي الآخر حصل لهم إيه؟ التاريخ دسهم برجليه ودفنهم وبالهمش أي ذكرى الفنان قدوة قدوة يا رب تكوني تعلمت الدرس ما خلاص بقى يا سلمان بي؟ أنا أخدت دش أبرد من برد طوبة قدتني علقة بكلامك أسخن من علقة بديعة أيوانا إن عتبي عليك كان أدبر يا أخي ده أنت الوحيد لو قلت له تحية كاريوكا بالنسباني إيه؟ خلاص يا سلمان بي نجيب اعتذر بما فيه الكفاية أنا مستعد الأياقاب لإن فعلا غلطان والله العظيم لو حتضربني بالرصاص سبحان الله العليه العظيم خلاص يا نجيب أنت دخلت بيتي يعني ما ينفعش أزعل منك أبداً من عمرك كبير وبنتعلم منك كتير يا سلمان بي سلام يا أخوين تحية كاريوكا ودي مين بقى تحية كاريوكا دي إيه ده؟ دي شابح البيت مدوية أبالله شابح البيت مدوية بنت المحلي محلي الندال أنا للحال طوحا نحص الدخل مش قادرة مش شوف أني حاجة نركبها والله يوم نسامعك يا تيدي خلاص نشوفها انتور مدوية ما بتعملي يه أنا؟ متشهد الأزرة؟ إنت مين؟ أنا محمود باه مش عالفاني إيه؟ محمود يا بدوية محمود أذى قديده وبيتحطيله لعاصل محمود! ايه؟ مش فاكني؟ انا مش مدوية ميش مدوية مدوية! استاني بس انت محا فين؟ انا هتفرج عليك اللي لدي صحبولي ما تكونش مدوية بس زيلة من قومنا دهت عليها بسط على طوع ايه يا مدوية ايه يا مدوية ايه يا مدوية انا مش عارف اعمل ايه مش عارف اعمل ايه؟ اهدي بس يا طوح اهدي ازاي بس؟ قال لي يا بدوية ايه ايه يا بدوية دي؟ ده اسم يا ستة اللي محدش عارف دي بغير في الاسماعالية الا انا غايفة منه احصل ده لو راح وقال لي اخوي على مكاني حيجي هنا يقتلني يقتلك ده ايه هي الدنيا صعيبة؟ انت ما تعرفيش احمد اخوي احمد ممكن يجي يقتلني هنا مرتان مر عشان هربت الاسماعالية ومر عشان اشتغلت رقاصة يا مصبتك السودة يا تحية يا مصبتك السودة يا مصبتك السودة يا حبيبتي هدي بس عشان نعرف نفكر نفكر في ايه بس يا تيتي ده الودة لو راح وقال لهم على مكاني هتبقى نهايتي انا سمعتو بيقولوا انه هتفرج عليك الليل يبقى كده بقى ملاشط العروس الدنيا دي صح؟ ده مش خالي يا توح بصي احنا نشوف حد من معرفك او من معرف المدين يا هدي ده الرابل ده وخليه ما ينطقش بولا كلمة حد زي مين؟ حد يقدر تساعدني؟ طبعا دي المدين ولا يهمك يا بيت يا توحة ان شاء الله محلول محلول ازاي بس يا مدين؟ يا بيت انا هكلملك الظابط صاحبنا هيجي جرجره من قفاف الصالة ويوديه على اسم هناك هينسو اسمه يا ريت يا مدين ده انا مراقوبة ميتها في جلدي اخويا لو اعرف مكاني ممكن يجي هنا يتباحنا قلتلك متخفيش انا هكلم الظابط مصطفى رجائي دلوقتي حالا مصطفى رجائي مصطفى رجائي الاسم ده مش غريب عليا ده اخوي يبقى المندج محمد رجائي اه هو بعين ده صاحبي وصاحبنا كمان واكيد هيخدمنا تكل اللي عليك انك اول ما تشفي في الصالة تشاوري عليه للظابط وهو ياخده على الاسم يخرس له لسانه يعني انت متطمنة يا مدين؟ جدا وعايزك انت كمان تكوني متطمنة كده بقى حروح ابوص عليه في الصالة اشوفه جي ولا لسا استني بس اما انكلم الظابط مصطفى اينت محمود؟ ا 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 أنا محمود انا معنا يا محمود ماذا؟ بعدين هتعرفوا بالله ايوب صورة انا معملتش حاجة دينش معاني سوكة هتفتح سواء انا احمد حاضر انا احمد مساعدت الشوكة اعملت كده يا محمود انا انا معملتش حاجة بايه احاولك انت عملت ايه يا بيه والله العظيم ثلاثة معملت حاجة اخرص 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 اولا اختصبت بنتي بسم الله يا بيه انا انا ما اختصبتش حد اختصبت ثلاثة سرقت شقة في العتبة يا بيه يا بيه والله العظيم سرقت شقة في العتبة ثلاثة قتلت عسكري الميزي يا مهرسود اكل انا اقتل انا اقتل يا بيه اتلت يعني كده فيها اعداء اعداء يا بيه والله العظيم ثلاثة كل اللي حضرتك بتقول عليه ما حصلش يا بيه يا بيه ده نصول عمري في حالي والله وغلبان يا بيه فعلا تباين عليك وعشان كده حساعدك ابوس ايدك ابوس ايدك بيه بس تسمع الكلام وكل كل اللي حضرتك هتقولها سمعت شوفي محمد كل الطهم اللي انت سمعتها دي جاهزة ومستنياك وشهودها كمان موجودين بس لو سمعت الكلام اللي حاولهولك دلوقتي ساعتها بس حاولك براقعة ولا تحت عملك عسكري من دي يا محمود؟ بدوية ما اسمعش بدوية؟ اسمع تحية تحية كاريوكا تحية كاريوكا وانت لا شفتها ولا عرفتها ما فهم يا محمود مفهوم يا بي مفهوم لو رجعت اسمع لي وانه تعطي الكلمة واحدة حاجبك لو فبط نومك وانتهم هنا ساعتها جاهزة ومستنياك انت حيب تروح لأهلاك دلوقتي ولا يرميك في السجن بقيت عمرا ابو سينك ابو سينك ابو سينك يا بيه وانا توبن كنت انزل مصر أصلا وانا ثاني هحط فوق مهق في الخارس بي مش اتكلم مش اتكلم خاص محمود انت عرف كويس قويني بطاحتك لما حاولت تندي ايدك علي لما كنا صغيرين في اسمع اللي دلوقتي انه طبق جد سرتي لها انا مش عارفة ممكن اعمل فكرة مش اتكلم مش اتكلم خالص بستة تحية مش اتكلم خالص بيه مش اتكلم خالص بيه مش افتح بيه خالص خالص امضي هنا اعودة نفس افهم بس انتي اللي جابك هنا دلوقتي زهيقتي يا أختي ما بحب شرق مش الدكتور قالت ارتحيلك في البيت كام يوم سيبكوا منا بس يا بنات انا قلق انا قوي على توح وهي كمان هتموت من القلة كان لازم حد يروح معاها هي رايحة ندي يا جملات بتا اسمه بليس جملات ازيك يا حببتش عامل ايه نحمد الله يا مدام يا بيت توشك اسفر زي لامونة انتي ايه اللي جابك اعودي ببتكو اللي حد ما تبقي زي الفل ومرتبك ماش بش ربنا يخليك يلينا يا مدام ومونة تحرمش منك ابدا يا رب اعيز اقولكو بقى على خبر جمي جدا تحية مشكلتها غلصة الحمد لله يا مدام انت كريم يا رب وحتجي على الهنة يا مدام الحمد لله ما عرفش بس كل اللي عرفوا ان مشكلتها عدت على خير معقولة يا تحية معقولة الايام خلتك اسي قوي كده كل اللي انت فكرت فيه هي ان محمود ما يجبش سيرة في اسمه اللي ايه ياه خوفك من احمد عماكي نستكين احمود من رحيل اهلك نستكي حتى تسألي عن امك عز الناس ايه هو انا تغيرت قوي كده ولا ايه والله ليك وحشى احدك قد ترخيرك رئيس عامر والله وخدتك مننا ارض ماريوم بنت الغال يا حج الله يرحم ابوها خير يا حج ايه اللي فكرك بيه والله انت دايما في البال يا رئيس عامر يا السلام تقوم تجي المشوردة كله لحج مزرعة ماريوم والله وانا ايه اللي جابني يعني غير مزرعة ماريوم انا مش فهم اصدق ايه يا حج والله انا قلت شوفك واشوف المزرعة لقيتها بسم الله ما شاء الله زي ما بيقوله يا مغزة يا حج يعني انت لو تشتري المزرعة ولا ايه لا لا يا رئيس عامر اشتري ايه انا عاوز اشتري شوية حاجات لاردي زي اللي انت اشتريتها هنا انا اقولك اشتريتها منين في مصر لا انت بكرا الصبح ان شاء الله تنزل معايا مصر احنا كده بقى جبنا حاجتنا ودفعنا فلوسنا يعني كله تمام الحمد لله بقولك يا عامر اه شوف لانا حتة ناكل فيها لقمة يا اخي حصلانا بوقت قوي ان شاء الله سندوت شاد حد حالا 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 حتاكل حاجة هاcią عامر عامر اتطميني يا حلم يا هوا يا بري اتطميني عليك انتي انا قدامك اقول الحمد لله كويسة ردك ده قلقني امي فيها حاجة امك الحمد لله كويسة الحمد لله ونفسها بس تتطمين عليك وليلي بقى يا بنتي ايه اللي دراء عليك وعملة ايه دلوقت اتطميني يا بنتي ده عمك الحجة احمد عمين من حباب المرحوم ابوك الله يرحمه الله يرحمه زي عمك عامر بالزبط يعتمن على الروح ما تخفيش وليلي بقى يا بنتي يطمينين عليكي هقولي بس ما كلكم كنتوش عادين عن اللي جرالي وشفت اخوي احمد عزبني وعزبهم يا قد ايه اسودت الدنيا فاني ركبت القطر ونزلت على مصر انت يا بيت لو رجعت ممكن يقتلك انت ومك جيد غريبة وحيدة موحدش عارف انا البهدلت وشفت زل قد ايه لا حولة ولا قوة الا بالله منت المعلم علم نيداني تتبهدل كده هو دلوقتي عاملة ايه دلوقتي اهو ساكنة هنا في البنسيون ايه يعني بتاكن ازاي يعني هو في حد بينام من غير عاشا ونعمة بالله يا بنت ايوه يعني بتشتغلي ايه انا بشتغل في كازين وبديع ما بيع تذاكر لا حول ولا قوة الا منها قولي بقى امي عاملة ايه تطميني عليها صحتها كويسة اكدب عليك دولت انها كويسة من حزنها عليك صحتها بقت في الناجل يا حبيبتي يا امه هتموت وتتطمن عليك هتطمنها يا عم عامر قولها ان انا كويسة بس ما نجير محد ديارة لا قولي ما ترجع بنا يا بنتي ارجع انا خلاص يا حك احمد انكتب علي الغربة طول ما هو يعيش انت لو عارف مكاني ممكن يتنى ايوه احمد مفتار ويعملها امك رفعت عليها قضية تهمته فيها انه قتلك وانت عارفة بقى حبال المحاكم طويلة واحمد سكك ووعرة ويده طويلة وامك قللت الحيلة وادها قصيارك اغلبينهم اهم يا حبيبتي وحشت عم عامر عشو خطري تروح لها اول ما توصل وطمنها علي أقول لها أني بخير وضيحك ده عدد وحياة ولادك استغفر الله ما عايز أحد في اسم عليا ولا المنزلة يعرف مكاني عشا بخطري الطمين يا بنتي سريك فميخ ها قمت ابنها جواني وحط لها في حلوان البنسيون ولازم لازم تدهونها في إيدها وتخليها ترد علي قلبي محروق عليها نفس الطمين انساء الله يا بنتي أنا رجع بعد عشرين يوم أخذ بضع ناصر حبق أعد عليك هنا والله ما عارف أود جميلة عليها فيها يا رجل يا دنا يا بنتي الحمد لله يا فاطمة أنك تطمنت عليها عم لا هي هم عني وشها زي فلقة الأمر هايز أشوفها ما لاش دلوقتي يا فاطمة ما هي كدلك إنها خايفة عليها وعليك نفسي أخدها في حجن دا كده الرضا قوي يا أختي احمد ربنا إنها عايشة وبخير وهتبعتلك وتبعتلة وهتشوفه بعض أعتلك معي الأمانة دي تلاتة جنيه يا رينا يا نمك يا تحية اكتابلها بقى على العلوني في الجوائل طب نزلوني بصر أشوفها وارجع تاني مش تلوقتي يا فاطمة يا أختي ما نضمنش إلي ممكن يحصل أو ظروفها إيه لحد هي متقول طب سحيتها حلوة يا عم عمر زي الفل بسم الله هي ما شاء الله لما تشوفيها هتفرح بيه يا رب أحميها يا رب يا رب أحفظي عليها يا رب أيها كده دعينا يالله أم صلى ركعتين شكرا لله ركعتين بس إلا حصلي طول الليل ألف حمد و ألف شكرا لك يا رب ألف حمد و ألف شكرا لك يا رب إزايك يا أمو وحشاني قوي قوي مفيش ليلة بتعدي علي إلا لما بحلم إنك تغذيني في حضنك زي زمان محرومة من ليرك قوي يا أمو اتعذبت كتير قوي بس ما تقلقيش الحمد لله ربنا أمراضيني على الآخر الوقت إزعالي يوم يوم ما قلت قدم الزابط كلام كبت كان غصب عني والله لو كان في أيدي كنت جتلك لحد المنزلة زحفة نصبنا بقى يا موبدوية أو هنتعرمنا ببعد لكن بإذن الله هنتلاقي وإحنا على وش الدنيا أكيد اللي أحيكو قريب اكتبيلي يوم تأمنيني عليك وعلى خالي ومرات خالي واختي فاطمة أما لو شفتي أختي مريم أو مرات أخي مرسي سلميلي عليهم قوي وعثمان يوم وعثمان ابن أخي أعمى هو الوحيد اللي وقف جامل وخلي بالك من صحيتك يا حبيبتي أنت وحشاني قوي يوم حمد لله لطمن قلبك وقلبنا يا متاعي الحمد لله بس أنا عايزة أروح أسمع عليها ها؟ تروح أسمع عليها يا فاطل تحية والحمد لله خلاص اتطمنت إنها عايشة وبخير هروح بقى أسحب القضيلة التهمت فيها أحمد النداني بقتله ما عادش ليها عايزة أحمد طول عمره ظالم بلا شبق زي بس على قل ما تسحبيش القضية اللي بتطالب فيها بحقك وحق بنتك يا فاطمة خليك وعيها أسحابها هي كمان الله طب وحقك وحق بنتك هتضيعونه في الهواء بنتي خلاص أنا تؤمنت عليها ما بقيتش عايزة أي حاجة بالدنيا تاني بكرة تحية لما ترجع هتعرف تأخد حقها بحقك طب وما انت شايفة كده ما حدش يقدر يقولك لا واللي انت شايفة صح يعمليك يا فاطمة وأنا بكرة إن شاء الله هفضي نفسي من الشغل وأروح معك لا معلص أنا هروح لنهارد المحدي يا ألف أهلا وسهلا يستم متحي أهلا بك يا غالية عامل إيه يا فاطمة طمينين عندي خبر ليه كنما إيه يشرح القلب عايش يا فاطمة يا فاطمة أيو متجوزة وعيشة في بيت جزء جنازة أكد أجالها قادر يا كريم ما خلاص بقى يا أم خلصت روحك يا وقت يا أم ما خلاص راحت لحالها بقى ومتجوزة وعيشة في بيت جزء ومعديتش عايزانة ولا عايزة اسمعالية ولا عايزة حد خالص وبعدين أمها جات من شوية وتنزلت عن كل القضايا اللي رفعها عن أبويا فيه إيه بقى تسلت أيوة يا أم كل القضايا كل القضايا تنزلت عنها ورجعت تاني المنزل رجعت المية بزرح يا ما خلاص بقى خلاص بقى خلاص بقى خلاص مش معقول دي مش عيش هديئة أبدا الله قال إيه يا وقت شاكمناك وقلت قدمه موسيقى موسيقى جوزت في مصر ما عرفش إيه اللي جاء على بالي ساعتها لقيتني بقولهم متجوزة في مصر خير ما عملتي يا أختي متجوزة يعني بيت جوزها يعني ينسوها خالص وشولوها من دماغهم بقى نفس أشوفها بيت جوزها بحقه حقيقي بالمشيئة هتشوفيها عروسة وهتفرح بيها وتشيل عيالها وعيال عيالها كمان يا رب يا ربي يعدلها لك يا بنتي شوفي بقى ستي أنا عندي ليك فن عايزي بتقوفي في رقصة واحدة وأنا جاهزة يا باشا 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 كده حتة واحدة والله العظيم تستاهلها وانت يعني أقل منها لا 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 خلينا ما استخبئين في البكوية أحسن لما أنت بقى تستخبئ في البكوية إحنا بقى جنبك إيه نبقى مش بينين خالص نمت نجمة يا نجمة كيس ما من بوقك ربنا إن شاء الله بكوية هتبينجمة كبيرة إن خلص ده حلم أي حاجة في الدنيا بتبتدي بحلم بعد كده بالجهد والعظيمة الحلم ده لازم يتحقق سنتقيني ما علينا الفيلم ده بقى يا ستي أنا عايزة تبقصي في رأسة الكايوكا يا دي كايوكا تعني كايوكا دي يا توحة هي السبب في دجاهك وإن شاء الله هتبقى السبب في شهورتك العم ولك هم؟ بكوية تعدي علي في القطر إن شاء الله ونطلع سوى سوى عن السنديون يا باشا يعني قريبك فعلا يا حسنين قريبي فعلا يا جلالة الملك وبنحلم إن جلالتك تنعم عليه بالبشوية خلاص قريبك بقى باش يا حسنين متشكر جدا يا مولاي هم؟ في أي طلبات تانية عشان أنا عندي صهرة جميلة ومش عايزة أتأخر عليها كل صهرات جلالتك جميلة يا مولاي لا يا حسنين المرة صهرة جميلة بجد صهرة جميلة جدا شفايفة شفايفة من النوع اللي أنا بحبه يا حسنين عارف زوك يا مولاي عارفه وعلى فكرة فيها دية رهيبة لجنابك حاجة إيه؟ إنما أول أطفى نقطفها نقطفها ونقطف أبوها جميلة تمام يا مولاي تقطفها وكان فيها مولاي واحد تاني غير الأولاني نفسي تنعم عليه بالباشوية قريبك برضو يا حسنين قريب المدام يا مولاي إيش؟ طالما قريب المدام نخلي باشا أخلي الصهرة والصوحة تقولي آخر تجهزات الإنجليز لحرب سلام يا حسنين قل ما قلت ليش أخبار مشوار مصر إيه يا رئيس عامر الحمد لله جبنا حاجة الحاجة أحمد أمين هي نايس حاجة حسف الله تاني بس؟ هي حاجة واحدة بس اللي نقصها وهو ده كل اللي حصل في مصر؟ مصر؟ مصر دي بقد زحمة قوي اللي قوليلي إيه رأيك في المزرعة النهاردة؟ ألا والنابي اتعلمت اللهم على كبر إنت يا رئيس عامر بقى يا راجل شايف قلبي متقطع على البيتك مش تيجي تطمنني عليها؟ وانت إيه اللي عرفتك؟ أمها فيها الخير عنك بالأمانة يا بنتي بدوية حليفتني ما أقولش بدل أمها اخسى عليك يا بدوية طب ده أنا البت دي كنت قلقان عليها أكتر من أمها والله هي دلوقت في نعم والنبي طب يحكيلي قبلتها الزي وعملة إيه وعيشة منين البت قواب باسمي تهيا محمد علم نداني هادي تهيا مستنية من زمن تهيا تهيا ياتوخا انتو ايه نيمين على عدانكم ايه مادام صوفي في ايه أختي بتصحينا بدري ليه هم بيه لابن ايه لابنجي قواب جايلي توحا ليه يا انا دي بقى أمي حبيبتي يا حبيبتي لا حول الله يا رب ايه لقى بقى لراحتي ايوة اقرا انتي بقى الجواب وانا هكامل انهم بقى براحتي وحشيني اوي حبيبتي يعلم ربنا عزبي قدقي وانتي بعيدة عني يا تحية واعرف يا حبيبتي يبقى تعذبتي كتير في كل نفسك انت بدعيلك كان نفسي تطمن عليك يا اوي عملا اي يا طانوية اغترى بقى شكلي جاي دلوقتي بقى لي سنين ما شفتك ايش يا قلبي خلي بالك من روحك يا تحية وابقى سوري سيدنا الحسين مستهيدة زينة بكل فترة نفسي اشوفك واخدك فحودني يا بنتي خايفة تحية الموت من غير ما شوفك موسيقى عاوز اجيب امي تبقى لي صباح الخير الاول صباح الخير عاوز اجيب امي تعيش معي هنا في مصر وعيشتك موت يا مدامي تي امي طبعا تقعد معاك فين هدور على شقة ان شاء الله قد وصل فيش مليم زيادة مش عايزة زيادة انا عايزة اجيب امي معايا هنا ورزقي ورزقها حل الله بتحبيها قوي كده يتوحى ايه احبها دي كلمة قليلة يا مدامي عيشتني قوي حضناها دافية وعيبها لك عارفة لو شفتيها هتحبيها والله هي كمان تتحب ما شاتوحى ابعاتي هاتيها واوعد خليها تبعد عن حضنك تاني كده بقى من النهاردة هلو هدور على شقة كان نفسي احب امي قد حبك لأمك اتوحى يعني فعلا هتجيب معمتها اه لو لي يا ام زي ما بتحكي توحى عن امها هتحبنيتها والله هي كنت خدتها ماشي لحد تسمع الليلة وشلتها هشيل على الدنيا هيا ببت توحى بنت حلل تستيل كل فيها توحى بنت بلد وجدع صحيح والنبي اختي منسى لما وقفت جملي وانا مرمية في المستشفى ما خلتنيش هدفع الحساب ابدا ولا ملين يا رب اديها على الدنيا تقادر يا كريم فين توحى يا بنات ماش عارف تلاقيها بالدارة على شقة اتقجرها ما انا لقيتها خلاص جد صحيح والنبي لقيت لها شقة ايوة فيلا دورين فيلا اي يا اختي هي حملة يا فيلا يا بنتي تستعرام هود جدا وحلوة قوي امي لفين توحى برافو عليك يا توحى انت بجد كنت هايلة بجد بجد يا سليمان بيه طبعا اعرف اكتر حاجة فيك عاجباني ايه إنك ما بتخافيش أبداً من الكاميرا بس بأقول لك إيه ده النجوم دول تلعو هيبة جد صدق من النا عليهم نجوم ممم! بتحبيت ماسّليه he 지� explosives بجد يا ريد يا ريد يا سليمان بي بالطبع وانت ممكن تنزلي التعومي في البحر من غير ما تتعليمي يوم بتغرقي عمري ما هغرق شكرا